يبدو أن هذا الحصار على روسيا وفي الواقع حصار على باقي دول العالم وليس على روسيا فقط سؤال جميل الحصار على روسيا والعقوبات لم يشهد التاريخ من قبل ودعني أستخدم تعبير عسكري وهو النيران الصديقة هذه العقوبات المفروضة على روسيا وهي بالتأكيد عقوبات استراتيجية حتى لو توقفت المدافع على أرض القتال لن تتوقف العقوبات الروسية هذه واضحة ولكن تأثيراتها على الولايات المتحدة الأمريكية على بريطانيا على الاتحاد الأوروبي ليست باليسيرة يعني هذه نقطة إساسية بدأت الشركات تؤمنها خاصة حينما نعرف أنه العالم للتو خرج من جائحة كورونا بخسائر 20 تريليون دولار هناك معدلات تضخم فلكية لم يصلها منذ 40 عاما للاقتصاد الأمريكي للاقتصاد الأوروبي هذه جميعا حينما تضاف إليها التداعيات أو التأثيرات الجانبية على الاقتصادات الأوروبية نرى أنه سيكون هناك لا بد من تحذير أنه هناك تضخم مرتفع حينما تتراجع يعني الاقتصادات سيكون هناك ركود تضخمي وهذه أخطر أنواع الركود على الاقتصادات العالمية ترجمة نانسي قنقر